شارك مدير عام قناة رؤية فارس الصائغ في مؤتمر فيسبوك للفيديو في العاصمة الفرنسية باريس اختيار الصائغ للمشاركة في هذا المؤتمر جاء عقب النجاح الكبير لمواقع التواصل الاجتماعية التابعة للرؤية والتي تعد الشبكة الأكبر في الأردن وإحدى أهم الشبكات في الوطن العربي والشرق الأوسط على مواقع التواصل الاجتماعي بما تحويه من تنوع وتمييز واستضاف المؤتمر مدير عام قناة رؤية فارس الصائغ كمتحدث رئيسي في إحدى جلسته بدعوة من شركة فيسبوك الأم الصائغ تحدث عن استغلال رؤية لهذه المنصة لجمع المعلومات البيانية واتخاذ جملة قرارات تعنى بانتقاء المحتوى المناسب لشاشة رؤية التي عكست هموم المواطن الأردني وأبرز ما يشغل بال الأردنيين ما مكنها من أن تحظى بمكانة بارزة في الشارع الأردني وتحدث مدير عام رؤية فارس الصائغ عن تجارب النقل المباشر والتي لفتت الأنظارة من حيث سرعة النقل والبث عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا فيسبوك حيث انعكس ذلك على شاشة رؤية مباشرة موضحا مدى المرونة الكبيرة في تعديل بث الشاشة وجدولة البرامج التي تبثها رؤية وفق المستجدات والأحداث مشددا على أن مدى اهتمام المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي أثر بشكل كبير وكان له الدور الأبرز في عكس المحتوى على الشاشة وتوجيه بوصلة النقل والمتابعة للأحداث ولما يبث عبر شاشة رؤية بناء على ما رصد من انطباعات ومتابعات لما يبث عبر خدمة الفيديو لمشاهدي ومتابعي منصات رؤية يشار إلى أن المؤتمر الذي تنظمه شركة فيسبوك العالمية استضاف أبرز رجال الأعمال ومديري الشركات ممن تميزوا في استخدام خدمات فيسبوك وتحديدا خدمة الفيديو للاطلاع على تجاربهم والاستماع إلى رأيهم حول خدمات المقدمة خصوصا مع التطور الكبير على فيسبوك وانتشار خدمات الفيديو التي تلقى رواجا كبيرا بين مستخدمي التطبيق بالإضافة إلى رواجها على تطبيق انستجرام التابعي للشركة أيضا شكرا